أدرج الحزب الشيوعي الصيني في مثاقه مادة تنص لأول مرة على معارضة بكين لاستقلال تايوان بموجب قرار صدر في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات وانتخب الحزب الشيوعي الصيني اليوم لجنة مركزية جديدة لا تضم رئيس الوزراء لي كانت شانج أو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وان جينج وذلك في تحرك قال محللون أنه يشير إلى أن اللجنة الدائمة من المرجح أن تكون مليئة من الموالين للرئيس تشي جينبينغ ووافق الحزب على إجراء تعديلات على مثاقه تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس تشي جينبينغ والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب